ايه حكاية التربوش اللي سبب ازمة دبلوماسية كبيرة من مصر وتركيا ايام الملك فؤاد للدرجة اللي كانت هتوصل لقطع العلاقات السياسية بين البلدين اهلا وسهلا بكم اصدقاء قناة وصفحة التاريخ الجامعة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مصطفى كمال اتاتورك وحكايته مع التربوش المصري الحكاية اللي كانت هتتسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا وترجع البداية سنة 1923 ميلادية عندما تم توقيع معاهدة لوزان واللي بمقتضاها اتنزلت تركيا عن كل ادعاقتها وحقوقها في مصر والسودان وبعدها على طول بدأت تنشئ علاقات دبلوماسية بين مصر وتركيا على مستوى الصفراء وفي سنة 1924 ميلادية تم الغاء الخلافة الاسلامية في تركيا وبدأ مصطفى كمال اتاتورك يعمل على علمانة الدولة وطمسى هويتها الاسلامية فاصدر مجموعة من القوانين اللي تخدم اهدافه وكان من ضمن القوانين دي هو القانون اللي اصدره سنة 1925 ميلادية واللي بيلغي فيه ارتداء التربوش او غيره من اغطية الرأس واستبدالهم بالقبعة وعلشان كده عرف القانون ده بقانون القبعة وفي سنة 1930 ميلادية تم تعيين عبد الملك حمزة بيك سفيرا لمصر في انقرة ومن يوم تعيينه كان حمزة بيه بيلبس التربوش ومش بيقلعه ابدا مخالفا بكده قانون القبعة اللي حطه قطى ترك لان التربوش وقتها كان بالنسبة للمصريين رمز للوطنية والاستقلال وفضلت الامور مع حمزة بيك ماشية بسلام لحد ما جه اليوم الموعود وهو يوم 29 اكتوبر سنة 1932 ميلادية اي بعد عامين من تولي حمزة بيك لمنصبه اليوم ده كان احتفال تركيا بعيدها الوطني واللي اقام احتفال تركيا على شرفه حفل كبير دعا فيه حوالي 200 شخص من اهم رجال السياسة في العالم وعلى رأسهم السفير البريطاني والسفير الفرنسي وكمان السفير المصري حمزة بيك وكان احتفال تركيا في اليوم ده بيشرب كتير المهم مع نهاية الحفل قام احتفال تركيا وقال للمدعوين وهو رفعا كأسه في سبيل وحدة الانسانية وبعد انتهاء الحفل واثناء خروجه مر بجانب السفير المصري واللي كان لابس تربوشه في امان الله وقال له بالنص بناء على رواية السفير الانجليزي جورج كلارك اللي حضر الموقف قل لملكك انني انا مصطفى كمال وانني اصدرت اوامري لك بان تخلع هذا التربوش من على رأسك من الان طبعا السفير المصري اتفاجئ بالموقف وارتبك من اللي حصل وما بقاش عارف يعمل ايه ولما طالت فترة ارتباكه نادى مصطفى كمال اتاتورك على احدى الخدم الموجودين بالحفل ودي كانت اشارة واضحة منه بان السفير المصري حمزة بك لو ما خلعش تربوشه بنفسه هيقوم الخادم بالمهمة نيابة عنه وطبعا حمزة بك استشعر بالحرج والغضب في نفس الوقت وشاف من الافضل انه يخلع تربوشه بنفسه بدل ما يقوم الخادم بداه وتصبح اهانة كبيرة في حقه وحق بلده وبالفعل خلعت تربوش وعطاه للخادم ثم انسحب من المكان فورا وهو في قمة الحزن يقول السفير الفرنسي القونت ديشيمرون اللي كان حاضر الحفل وشاف الموقفه بان اتاتورك كان ينظر من وقت للاخر نظرات سخرية الى السفير المصري طبعا الموقف ده كان كفيل جدا انه يهد العلاقات الدبلوماسية وينشئ حالة من العداء الشديد بين مصر وبين الجمهورية التركية الوليدة وعلشان كده في اليوم التالي مباشرة توجه توفيق روشد بيك وزير الخارجية التركية الى السفير المصري وقدم له اعتذار رسمي بشأن ما حدث من اتاتورك وقبل السفير حمزة بيك اعتذار الوزير التركي لكن في يوم 11 نوفمبر من نفس العام بعتت رويتر برقية الى مصر باللي حصل فعرفته مصر الاول مرة وقامت صحيفة الاهرام بنشره لكن وكالة انباء الانادول كذبته وطبعا الموقف ده ما عجبش حزب الوافد وهو حزب المعارضة في الوقت ده وكتبت جريدة البلاغ التابعة لي والناطقة باسمه ان هذا الحادث هو اهانة لمصر وقالت هل كان من الواجب اعتذار مصطفى كمال اتاتورك للسفير ام لمصر وهل من حق السفير قبول الاعتذار دون الرجوع الى مصر اولا وكملت كلامها بان قبول عبد الملك حمزة بيك اعتذار اتاتورك معناه انه جاوز حدود صلاحياته كسفير اما الملك فؤاد لما شاف الامور وصلت لكده ما سكتش وبعت مذكر التهديد بسحب البعثة المصرية الدبلوماسية من انقرة وبدأت الصحف المصرية تتكلم عن الحادث فقالت جريدة اللطائف المصورة لقد تدخل اتاتورك في ملايوني المصريون احرار يرتدون فوق رؤوسهم ما يريدون وان الشعب المصري الحر يريد ان يعرف وهو محك في هذا ماذا سيتم في مسألة التربوش وبدأت تركيا تقوم باحتواء الموقف واخماده قبل ان يشتعل اكتر من كده فخرج وزير الخارجية التركي توفيق رشدي بيك معللا اللي حصل بانه موقف اخوي وانه كان مجرد حديث ودي بين اتاتورك وبين سفير مصر وان سفير مصر خلع تربوشه باراته علشان يتكلم براحته مع اتاتورك وبالفعل تم احتواء الموقف ونشرت صحيفة الاهرام بان مفيش بين البلدين مشكلة وان الامر انتهى بتقديم مذكرة مخففة من الخارجية المصرية الى الخارجية التركية وتقبلها الاطراق بقبول حسن وبعد الامور ما هدأت تماما واستقرت الاوضاع اتقابل الاتنين مصطفى كمال اتاتورك وحمزة بيك مرة تانية في حفلة اقامها الهلال الاحمر التركي بمناسبة راس السنة فاستدعى اتاتورك حمزة بيك وجه حمزة بيك وجلس بجانب اتاتورك وما كانش لابس التربوش فقال له اتاتورك بسخرية واضحة انت ليه مش لابس التربوش فاندهش حمزة بيك من تصرف اتاتورك واللي ما استناش جواب وكمل كلامه وقال له ليه كتبت عني تقرير الى حكومتك عارف لو ما لابستش التربوش في حفلة 29 اكتوبر اللي جاي انا اللي هكتب عنك تقرير وهبعته لحكومتك واقول انك مش لابس التربوش وانتهى الحوار بود بين الاتنين واللي عبر فيه اتاتورك عن مدى حبه لحمزة بيك وللملك فؤاد وانهى تماما المشكلة اللي حصلت علشان بعدها وبالتحديد في يوم 23 يناير سنة 1933 ميلادية تصدر الحكومة بيان في البرلمان المصري بتقول فيه ان مفيش مشكلة وان العلاقات طيبة بين البلدين وبكده انتهت مشكلة التربوش اللي كانت هتتسبب في ازمة دبلوماسية كبيرة بين مصر وبين تركيا ياريت لو عجبكم الفيديو اعملولوا لايك وشير وما تنسوش تشتركوا في القناة على اليوتيوب قناة التاريخ الجامع وتدخلوا على الفيسبوك وتعملوا متابعة لصفحة التاريخ الجامع اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة